السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن درس للصف الرابع الابتدائي درس القسم طبعا فيه عندنا هنا في القسمة عندنا اكتر من طريقة وعندنا اكتر من استراتيجية للقسم في استراتيجية المستطيل استراتيجية التجز trava اللي احنا ناخدها النهاردة وفي الاستراتيجية المعيارية ان شاء الله هنبدأ ناخد استراتيجية منهم عشان خاطر الطلبة تفهم واللي مش فهم اي حاجة ممكن بيبع goodies وتعليل طبعا دلوقتي احنا هناخد اول حاجة هنا مسألة في استراتيجات التجزاء بتقول 79 على 4 طبعا لما اقرأ المسألة بقرأ المسألة من الشمال 79 على 4 قبل ما اشتغل في الاسمة لازم اعرف كل عنصر من العناصر اللي موجودة عند دي يعني انا عندي 79 ده اسم المقسوم اللي اربعة المقسوم عليه طبعا الناتج اللي اطلع لي هنا خارج القسم ولو في باقي باقي القسم طب احنا هنحل المسألة ازاي اول حاجة عندي هكتب المقسوم جوه هنا 79 المقسوم عليه اللي هي اللي اربعة هكتبها بر دي اول خطو يبقى انا اول خطوة عندي بعملها ان انا بكتب المقسوم جوه جوه المربع والمقسوم عليه بكتبه بر اول حاجة بعملها بشوف عندي هنا رقم 7 طبعا رقم سبع هنا قيمته المكانية في العشرات طب الكمة الرقمية بتاعته سبعين فباخد رقم سبع كده واكتب قيمته اللي هيا السبعين فيه عندي هنا صفار في المقسوم والمقسوم عليه ما فوش صفار فبنزل الصفر بتاع المقسوم هنا في الناتج عشان يسهل على المسألة بس بشرط لازم الرقم اللي في المقسوم يكون اكبر من المقسوم عليه يعني لازم يكون عندي هنا الرقم اللي مع الصفر اكبر من الاربعة طبعا السبع اكبر من الاربعة في الحالة دي انزل الصفر واقول سبع الاربعة طبعا اقرب حاجة لها الواحد الناتج اللي طلع عندي هنا هاضربه في المقسوم عليه يعني هاضرب العشرة فاربعة بكام باربعين واعمل عمل الطرح اطرح الاربعين من التسعة وسبعين تسعة ناقص صفر تسعة سبع ناقص اربعة تلاتة هياخد الرقم اللي بعدي بكرر نفس الخطوات تاني لكني بشتغل مسألة من اول وجديد طبعا الخطوة اللي جاية اخد التلاتة كمتها هنا كام تلاتين طيب هنزل الصفر عشان المقسوم في صفر بس لو نزلت هنا الصفر المقسوم عليه المقسوم اللي هو الرقم اللي في المقسوم اللي هو التلاتة اصغر من الاربعة ففي الحالة دي باعمل ايه باقسم الرقم كله على الاربعة اقول تلاتين على اربعة اقرب حاجة للتلاتين لو قلت السبعة الاربعة فسبعة فتمانية واشرين يبقى اكتب هنا كام سبعة واقول السبعة فاربعة تمانية وعشرين واطرح تمانية وعشرين من التسعة وثلاثين يعني تسعة ناقص تمانية واحد وتلاتة ناقص اتنين واحد عندي هنا كام 11 هقسم الـ 11 كلها على الاربعة هقول 11 على الاربعة أقرب حاجة الاتنين الاتنين فاربعة تمانية وعملت طرح بقى معي كام 3 يبقى إذن ناتج القسم عندي هنا 10 زائد 7 زائد 2 الناتج كام 19 والباقي 3 طب ناخد مسألة تانية 90 على 5 قلنا 90 اللي هو المقسوم أكتبه هنا جوه والخمسة تتكتب بر هاخد التسعة كميتها هنا كام 90 هنزل الصفر واقول 9 على 5 فيها الواحد اضرب الناتج كله العشرة في خمسة خمسين وهم بعملية الطرح 90 نائس خمسين أربعين اخد الرقم اللي هو الاربعين كله واسمه على الخمسة فالكام فيها التمانية تمانية في خمسة باربعين كده المسألة خلصت معي الناتج كام 18 عشرة زائد 8 طب ناخد مسألة تانية 216 على 3 تساوي أكتب المتين وستاشر جوه والتلاتة أكتبها بر هاخد الاتنين بالكمة بتاعتها الكومة الرقمية الاتنين هنا كومتها الرقمية كام 200 طب أنا لو جيت نزلت الصفرين هنا بتقول المقسوم لو نزلت هنا الصفرين هيتبقى عندي هنا اتنين طبعا الاتنين أصغر من الثلاثة فطبعا مش هينفع فإيه هنزل صفر واحد يتبقى عندي كام 20 هقول 20 على ثلاثة أقرب حاجة للعشرين كام إيه الرقم اللي أضربه في ثلاثة يديني رقم قريب من العشرين هقول مثلا السبعة لا أتديني 21 يبايزا هنقول الست ونضرب الناتج اللي طلع عندي هنا الستين هضربه في الثلاثة هنزل الصفر ثلاثة في ستة تمنتاشر وأعمل عملية طرح ميتين وستاشر ناقص مية وتمانين ستة ناقص صفر ستة واحد وعشرين من تمنتاشر تلاتة الناتج عندي هنا كام ستة وتلاتين أخذ التلاتة كمتها كام تلاتين هقول تلاتين على تلاتة فيها العشر أضرب الناتج العشرة في تلاتة تلاتين وأعمل عملية طرح طبعا أنا بكرر الخطوات يعني أنا بعمل الخطوة وبكررها ستة ناقص صفر ستة تلاتة ناقص صفر أقسم الستة على تلاتة فعل اتنين الاتنين في تلاتة بستة الناتج هنا طلع معي ستين زائد عشرة سبعين واتنين اتنين وسبعين يبقى إذا نخرج الكثمة طلع كام اتنين وسبعين ما فيهش باقي